الواثبين الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعاز جنيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين جنيني والقاطعين أراكة كيما تقل في ضل أوراق لها وغصوني كلها المصائب تهون على فاطمة إن لها المصيب المتمثل في هذا البيت نست الزهرة أضلاح المكسورة وقائدين كيما تقل يخلوا ابن عمي أو لأكشفوا للدعاء راسي وأشكو للإله وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيل بالفضل عند الله إلا دنيا وقفة البضع يا عمي داخل الحجرة بالأخمار تناديش جرمتنا شعلتوا بابنا بنار ما يناسبح شي ويا الغرب دنهض يكرر دنهض ترى يهجمون ما بهم مرو أولي ما جاوب الكر يا يا بس تجري دموع وفتح الباب من ورا الباب الودي والعبد بالبا يا بيت شو شلت جموعا حسوا عصرها وغدت من خلف تلو أولي أولي خرات وخري المحسن وصحت يفض بالعجل دركيني ترى ما قدر النهضة كسرة كسرة ترى ضلوعي وجسم المرض مضى وما بقت لي من ضربة المسمار قوة اخذيني يفض يا وحيدر الكرار شوفي وخبره عن حالي وعن ضيم التحت بي صاحت يا بنتي المصطفى حيدر مشوف وقلبه على جمر الغضاء لجلشت طوى أولي إن كان طلعوا بالوصي قومي طلعيني سيت العصر بالباب وتسقت جني قوموا ونروحي لقبر جدكم يا بني واردخ برا بين الدهر بعدش سوا أباروحي لابوي وبسعيه وبقعد على قبره وبنعيه أبا اقول يا سوري أمنعي والشم spill والشم سوي وال telefon رآيان وانضي العين يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين النبي الأكرم ومقام الخاتمية نقاط ثلاث نستعرضها تباعا حيثما يتسع به المقام النقطة الأولى في بيان مقام الخاتمية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله الآية المتقدمة تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما هو المراد من كلمة خاتم النبيين هنا أكعدنا عدة آراء تفت لهنا الرأي الأول يقول أن خاتم النبيين يعني أن النبي صلى الله عليه وآله زينة الأنبياء كيف يعني زينة الأنبياء ولماذا ذهبتم إلى هذا الرأي قالوا لأن كلمة خاتم في الآية مأخوذ من الخاتم الذي يلبسه الإنسان في يده يلبسه للزينة فكأنما تريد أن تشير الآية المباركة أن النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى أعلى مستويات الكمال والجمال فأصبح هو بين سلسلة الأنبياء كالخاتم في يد الإنسان وهو يلبسه للزينة فكذلك النبي يعتبر زينة من بين الأنبياء فهو زينتهم صلى الله عليه وآله طبعا هذا الرأي عليه نقاش أولا وثانيا أولا أن كلمة خاتم في اللغة العربية مأخوذة من مادة ختمة لما ترجع لها في القاموس تبحث عنها في مادة ختمة وهذه المادة يقول أهل اللغة وضعت لأصل واحد فقط ألا وهو ماذا؟ ألا وهو بلوخ إلى آخر الشيء أنت تقول ختمت القرآن يعني وصلت إلى نهاية القرآن انتهيت من القرآن بكاملة أنت تقول مثلا ختمت العمل يعني انتهيت جئت إلى آخره ولفظة خاتم هو الطبع على الشيء انتفت لي والطبع على الشيء لا يكون إلا على آخره أنت متى تختم بالرسالة تختم على الرسالة إذا انتهيت من الرسالة إذا انتهيت منها تختم بعد ذلك في نهاية الرسالة بالختم ومن أين أتيت بأن معنى خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء خاتم يعني بلوغ الشيء إلى آخره أو بلوغ إلى آخر الشيء من أين أتيت بلفظة معنى زينة يقول لك نعم كلامك صحيح أن خاتم يعني بلوغ إلى آخر الشيء لكن هنا جاءت بمعنى المجازي يعني زينة الأنبياء خاتم النبيين يعني زينة الأنبياء تعبير مجازي نقول لك حتى أهل اللغة ما يقاب ما يقبلون بهذا الكلام ليش؟ لأن أهل اللغة يقولون التعبير المجازي نحتاج إلى قرينة في المقام والحال أنه لا قرينة في الآية في المقام على أن هذا المعنى يعني زينة الأنبياء حتى هذا المعنى لا يمكن أن يستقيم ثانيا الآية المباركة أيها الأحبة جاءت تنفي مقام إلى النبي وتثبت مقاما آخرا لرسول الله المقام المقام اللي تنفي عن النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم تنفي هذا المعنى عن رسول الله بينما مقام الإثبات ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني جاي الآية المباركة أيها الأحبة التي توجنا بها المجلس جاءت في مقام إثبات مقامين لرسول الله ونفي مقام للنبي الأكرم جاية تثبت مقام النبوة ومقام الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم أن الآية ما جاية قارن بين النبي وبين الأنبياء الذين سبقوا الآية ما جاية تتحدث عن مقارنة لول آية المباركة جاءت تتحدث عن مقارنة بين رسول الله وبين الأنبياء الذين سبقون قل لها نعم كلامك هذا يستقيم فإذن رسول الله زينة الأنبياء فإذاً غير مقبول هذا الكلام هذا معنى المعنى الثاني هذا التفت إلى يطرحه بعض الحداثيين وللأسف هذا اللي سار الآن في مجتمعنا يقول خاتم النبيين ليس معناه زينة الأنبياء طيب شنو معنى خاتم النبيين قال خاتم النبيين يعني انقضاء وانتهاء زمن النبوة وزمن الوحي وانتهاء زمن الاعتماد على الدين إن شاء الله بتعتمد على شنو في حياتك إذا ما تعتمد على الدين جنابك قال أعتمد على العقل والفكر وهذا هو السائد يعني اليوم لماذا يقول لك نعم الأمم السابقة اللي سبقت زمن رسول الله تفت إلى هنا شوي هاي نقطة حساسة مهمة زمن اللي سبق هذا الزمان الأزمن التي سبقت هذا الزمان فترة كانت بسيطة ومحدودة ما كعدهم فكر ما كعدهم تعقل عقولهم ليست ناضجة فاحتاجوا للأنبياء واحتاجوا للرسل واحتاجوا إلى الوحي واحتاجوا إلى الدين بينما إحنا الآن لا إحنا الآن في تطور العلم في تطور والعقول ناضجة والفكر ناضج فما محتاجين إلى الدين أبدا يقول مثل هذا الطفل الصغير شايف الطفل الصغير الطفل الصغير متى يحتاج إلى الوالدين يحتاج إلى الوالدين ما دام هو صغير يحتاج إلى أكي ويحتاج إلى تربية ويحتاج إلى مراعاة ويحتاج إلى بمجرد أن يكبر بعض محتاج إلى الوالدين من يكبر هذا غير شيء الروح يقول هكذا إحنا مع الدين الآن إحنا عقولنا عقول متفتحة عقول ناضجة فلسنا بحاجة إلى الدين والرد على هذا الكلام ماذا نقول التفت لي أولا هذا إعراض عن القرآن الكريم هذه أول نقطة شلون القرآن الكريم يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل مين الله ما يريد منك إلا الدين الله ما يريد منك إلا شريعة النبي الأكرم شي سوى بعقلك هذا العقل ما دري رايح وين ما دري الشتري للسوى بالأمة هذا واحد اثنين أيضا هذا خلاف القرآن يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم يعني الإسلام تام والدين تام ما محتاجين لعقلك ولا على فكرك على عقلك العفاء ما محتاجين إلى ادي الحمد لله كامل اثنين هاي ثلاثة نجي إلى ثلاثة ثلاثة العقل أيها الحبيب العقل محدود محدود الإدراك يبقى تحفظ شيء وتغيب عنك أشياء شي تسوي في هاللحظة انت والله قل لي شي تسوي عقلك محدود الإدراك أكو أشياء تفهم فيها وأكو أشياء ما تفقه واش تسوي بتجمد فتلك مصيبة قل والله أرجع إلى الدين تتوك تقول ما محتاج إلى الدين شلون ترجع إلى الدين بعض يلا تعال شغل فكرك خل نشوف هذا فكرك وين وديك الشيء الآخر هو يقول بالدين نضجة العقول وبالشريعة نضجة الأفكار فإذا هذا عقلك ما نضج إلا من وراء الدين شلون تبعد تستغني عنه عقلك وفكرك ما نضج إلا من وراء هالشريعة الغراء شلون تستغني عنها تستغني عن عقلك يعني ستصير مجنون على عقلك العفا هذا معنى غير مقبول المعنى الثالث حتى لا يطيل بين المقام المعنى الثالث يقول خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء وآخر الرسل والنبي صلى الله عليه وآله وردت عنه روايات كثيرة في هذا المجال إجمالا يقول أنه لا نبي بعدي وسيأتي من بعدي خلفاء وعددهم النبي صلى الله عليه وآله إذن معنى خاتم النبيين يعني ماذا؟ آخر الأنبياء آخر المرسلين هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى النقطة الثانية لماذا؟ لماذا الآية المباركة عبرت عن النبي الأكرم بخاتم النبيين التفت ليش ما قالت خاتم المرسلين؟ ليش قالت النبيين؟ التفت أكو هناك فرق بين مقام النبوة ومقام الرسالة النبوة مقام معنوي وهو اتصال النبي الأكرم بالملكوت الأعلى عن طريق الوحي بينما مقام الرسالة مقام تنفيدي يعني نفت الأوامر الإلهية زين؟ النبوة مقام معنوي والرسالة مقام تنفيدي شنو يقولون العلماء؟ أكو قاعدة هنا كل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسول قد يجي نبي من الأنبياء لكن ما يكون ماذا؟ قد يجي رسول قد يجي نبي من الأنبياء لكن ما يكون رسول يعني ما عنده أوامر نفذها فالآية شو تريد تقول مولانا؟ ها؟ تريد تقول أن النبي خاتم النبيين يعني من بعده لا نبي ولا ماذا؟ ولا رسول؟ فلذلك خصت النبي الأكرم بهذا المعنى اثنين الأمر الثاني لماذا سمي النبي الأكرم بخاتم النبيين؟ لماذا ختمت به النبوة؟ بمعنى آخر لماذا ختمت به الشرائع؟ ليش؟ ليش ما ختمت بموسى؟ ليش ما ختمت النبوة بعيسى؟ لماذا ما ختمت النبوة بيعقوب؟ بالذات رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأن الأمم السابقة كانت أمم بسيطة محدودة فاحتاجت إلى نبي ذاك الزمان يناسب الوضح ويناسب مقام ذاك الزمان واحتاجوا شريعة فقط شريعة محدودة يتناسب الأجواء التي يعيشها الإنسان في تلك الفترة لكن الآن مع تقدم الأمة وازدهار العلم والمعرفة وصارت هذه الأمة منتد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومك هذا وإلى قيام الساعة فصارت الشريعة شريعة ماذا؟ موسعة غير عن الشرائع الأخرى المحدودة وأصبحت هي هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع شريعة النبي صلى الله عليه وآله وما دام أن شريعة خاتمة الشرائع فهو لازم يصير ماذا؟ فهو لازم يصير خاتم نبيين لأن شريعته آخر الشرائع خاتمة الشرائع فلذلك أصبح النبي الأكرم ماذا؟ خاتم النبيين زين انجي الآن للنقطة الثالثة والأخيرة في بيان بعض الشبهات التي تطرح من هنا وهناك وخل أقف وياك عند شبهة واحدة فقط نضيق المقام يقول لك أن مسألة ختم النبوة وياي أن مسألة ختم النبوة تنسجم مع عقيدة السنة أبناء العام أما الشيعاء يقولون لا أن النبوة والواحي من قطع من السماء بل بعد موت رسول الله وها أنت تقول في زيارتك للمعصومين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم ومعدن الرسالة ومختلف يعني تتنزل عليهم الملائكة يعني تتنزل عليهم الملائكة فشلون هذه تنسجم مع أنتم أيها الشيعة بينما أبناء العامة يقولون لا من بعد موت رسول الله انقطع الاتصال بالسماء من بعد موت النبي انقطع الوحي من السماء وهذا النبي عامل مشترك بيننا وبين الآخرين فكيف هو خاتم النبيين نقول لك أيها العزيز أولا وثانيا أولا حتى أبناء العامة لا يقرون بذلك حتى أبناء العامة لا يقرون بذلك ويقولون الوحي ما انقطع حتى بعد موت رسول الله والدليل وين الدليل ينقلون رواية البخاري نقلها في المناقب شي يقول رواية يقول قال رسول الله ويأي قال رسول الله هناك رجال من بني إسرائيل تحدثهم الملائكة ولم يكونوا أنبياء دقق في الرواية ولم يكونوا أنبياء شي تريد أن تقول يا رسول الله قال فإن يكن في أمتي رجل منهم فهو عمر بن الخطى الخليفة الثاني تحدثه الملائكة يعني ما انقطع الوحي بعد رسول الله ما دام هو محدد تحدثه الملائكة إذن ما انقطع الوحي ما انقطع الوحي زين ثانيا من قال لك أن الوحي انقطع بعد موت رسول الله الوحي ملازم ملك ينزل ملازم جبرائيل ملازم الروح الأمين الروح الأمين مرتبة أعلى من مرتبة جبرائيل ولعله من اختصاص رسول الله الوحي إلى عدة صور إلى عدة أشكال إلى عدة مصاديق تارة يكون قذف في قلب المعصوم فهو وحي تارة يكون إلهام من الله عز وجل في روع المعصوم فهو وحي وتارة رؤيا يراها المعصوم في المنام فهي ماذا فهي وحي الوحي ملازم يعني ملك ينزل من السماء ثم الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا شا إذا هم يهدون بأمر الله وما بينهم وبين الله اتصال شلون يهدون بعض الناس فلابد من وجود ماذا فلابد من وجود اتصال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أمر الآخر أن الدين شريعة موسعة وفي الدين كل ما يحتاجه الإنسان يقول لك لا الحين أنت تبغى تجيب لي فقه مال مئة وخمسين أو ألف وأربعمائة سنة وتريد تطبق الآن ما يصير كيف ما يصير لا لازم يصير عندنا عقول تفكر شوف داك اليوم هو الشارب وش ماكين وش حلمان وين بديك خل أجيب لك أبسط مثال وهذا آخر الأمثلة وأسألك الدعاء وهذا آخر مجلس أصعد أعدكم بعض هذا آخر مجلس وإن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى مد في عمرنا نكون بخدمتكم لا نعملنك عيناء أنا أعد كلمتي خل أجيب لك مثال الحين هذا الطبيب يدرس شقد سنة حتى ياخد شهادة الدكتوراه فرض خامس أربع سنوات بعدين ياخد الدكتوراه بعد عشرين سنة الأمة في تقدم في ازدهار في تطور العلم تطور الأجهزة تطورت الأدوية تطورت يجي تقول لها بابا هاي شهادتك نقعها بما يشرب مايها وروح يدرس من جديد يصير يمكن شعليش تقول هناك الدين الدين قديم نفسه هذا الحال نفسه تماما لكن يقول لك الطبيب لا أنا ما أخذت شهادة الدكتوراه اللي أنا دارس القواعد الكلية دارس أساسات العلم والمعرفة والمعرفة وهالأشياء التي تصيرها التقدم ترى كلها فروعات منها الأساسات والأصول كذلك هو الدين نفسه تماما شوف الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لأصحابه علي أن ألقي عليكم الأصول وأنتم تفرعوا أنا أعطيكم القواعد الكلية للعلم علم فقه تفسير إلى آخره أنا أعطيك قاعدة كلية وإنت من خلالها القاعدة تستنتج اطلع لك مسائل وتستنتج من خلالها من خلال هذه القواعد الدين كذلك يا إخوان حتى أنه إذا قال بأنه قديم لا زال الدين يتجدد نازال هذا الدين يلحق الإنسان في كل شيء شوف أبسط شيء ما تقدر تخطو خطوة خطوة واحدة قدم واحدة تريد تتحرك إلا برأي الشارع المقدس إذا تريد تلقى الله عز وجل والله راضي عنك أما ذاك اللي ما يهتم لا بدين لا بدهم ذاك طايح حاط شو سوو بي لكن إنت إذا تريد الله يأت!! الله يبد discuss البي آت hope شوف اعتمامات رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شوف هاي الشريعة كلها وهذا المعتقد وهذا الدين بأسره من رأسه إلى أعلى من رأسه إلى رجله ترى قائم على ولاية أهل البيت عليه السلام ولذلك شوف هذا اللي دقق عليها النبي في أواخر لحظات حياته هذا عامل أساسي شوف إذا واحد بموت وبانت علامات الموت خلق طباء يعرفون بعد يقول ها كل أكسجين جاي ينزل متدرجا شيئا فشيء من يوصل إلى هالعدد هذا خلاص عندها يتوقف العقل ويتوقف القلب وينتهي كل شيء بعد من يوقف أمام الطبيب يقول لترى أنت بعد ساعات تموت ترتحل عن الحياة شنو عند من في قلبه الأشياء المهمة يطلحها صحيح ولا ولذلك شوف آخر ما قاله رسول الله آخر آخر اللي أراد من هالأمة أنها تطبق كالأراد لها الهداية أراد يستسلك هالأمة مسلقا صحيحا آتوني شاء ليش يريد رسول الله لكتب الكتاب غير ولاية علي بنبي طالب غير ولاية أهل البيت آتوني بدوات وكتف لأكتب لك كتاب لن تضلوا بعده أبدا صار اللغة عند رسول الله قام أحدهم فانتهره الرجل أجلس إن محمد ليهجر يقول الشاعر وقال أناس ضل يهجر أحمد ونجم هواء ما غلب الوحي مرشدي حاولوا أن يعدلونه قال لا لا ما قال هالكلمة قال غلب عليه الوجه أسود أبيض هو نفس المعنى هذا اللي يتحدث عن القرآن يقول وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي تدريش سوتها الكلمة برسول الله هالكلمة أثرت في قلب رسول الله غشي عليه أفاق من غشوته أو نأتيك قال بعد الذي قلتم فلا سأل باب انتفاء الموضوع كما يقول علماء المنطقة خلاص ما في فائدة حتى لو كتبت هالكتاب ما دام أنا أهجر وكتبت في مرحلة الهجران ها ومرحلة مراض وأنا ما أدريش أكتب وش أقول ما إلى قيمة يصبح هذا الكتاب سأل باب انتفاء الموضوع أولا قال لا بعد الذي قلتم فلا ولكن شوفها الاستدراك ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا روح أقرأ سيرة الأنبياء من آدم إلى ما قبل رسول الله شوف أحد من الأنبياء وصى بأهل بيته مثل ما وصى رسول الله الأمة بأهل بيته فضل أي الأنبياء ثم أمرهم بالانصراف قوموا عني نفذوا جيش أسامة حتى هذا ما سووه حتى هذا ما صنعوه نفذوا جيش أسامة لعن الله كلام رسول الله هذا لعن الله قرأ التاريخ شوف من اللي تخلف لعن الله من تخلف عن جيش أسامة وقد تخلفوا ثم انصرفوا فتح النبي عينه قال ادعو لي حبيبي فلان أعرض النبي بوجهه عنه يحتاج حشمك بعد أزيد من هذا هذا رسول الله هذه شفيعك هذا رسول الله ترى هاي آخر ليلة وياك في هالموسم آخر ليلة تختم الموسم برسول الله ثاني أعرض النبي بوجهه عنه قالت واحدة من النساء والله لا يريد غير علي بن أبي طالب وين علي وإج أمير المؤمنين إلى أن وصل إلى جسد رسول الله جلس متربعا على الأرض وأخذ راس النبي وضعه في حجره فتح النبي عينه أعلي هذا قال روحي لروحك الفدى يا رسول الله قال لي يا علي تحفظ وصيتي وتنجز عدتي آه شوفك بشيت ما تحملت وين راح فكرك خيالك وين راح ها هالليلة وين راح فكرك قال لي لأنعمنك عينه قال لي يا علي تهتك الحرمة عجيب أي حرمة هذه قال لي يا علي تشوفها البضع اللي جالسة بها الزاوية وهي مجلببة بجلبابها واضع رأسها بين ركبتيها تبكي بكاءت شوفها شوفها بعينك قال لي بلى قال لي يا علي الحرمة التي تهتك هي حرمة ابنتي فاطمة يلا يلا شباب أردت وفقوا إياك هالليلها وتبيض وجهك أمام الزهرة هالليلها هي المعزاتها هي الثاكلةها شي صير بيها يا رسول الله قال يلزم قلبك يا علي يلزم قلبك قال كأني بها بين الباب والجدار تعصر بين الباب والجدار تصبر يا علي وتتحمل طأطأ برأس علي بن أبي طالب قال أصبر يا رسول الله قال لي يا علي ينبت المسمار في صدرها يلا بقولها العبارة بشوفك تتحمل صار خدك توصل إلى المدينة هالليلها يا علي تضرب على غينها أنا ما أقدر أقول هالكلمة لكن واحد من الخطباء يقول إن كان خسفت عين الزهرة يقول استقبلتني بوجه أعشى بصري نورا سويت بيها عظمت لها الأجور مول التوفاق دا رسول الله وبعد ما قبير لا يقول لطمتها على عينها صبر واتحمل يا علي يا لأصبر واتحمل شوي وإذا بالزهرة إجت تجر أذيالها وهي تنادي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال يتامى عصمة للأرامل أنا بنتك فاطمة الزهر الزجية يلا شبا أنا بنتك فاطمة الزهر الزجية أنا بنتك يا نبي وخير البريد أنا بنتك والله الله في الوصية أنا بنتك لا أحد يهجم عليه اسمع 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 رسول الله يلبتوا له باب بيت يحرقون يلبتوا له والجنين يسقطون يلزم قلبك يلبتوا له وهذا خادت يلطمون يلبتوا له يا العزيزة تجيني لي والعين حمراء يا العزيزة تجيني لي والعين حمراء يا العزيزة ومحسني جيني ونظراء يا العزيزة شحجي عن ظلعيك وكسراء بالله صبري من الظروب تورممتونيك بالله صبري من اللياحة يمنعوني بالله صبري بعد عيني يجتمونيك بالله صبري حتى انثي يحرمونيك يا اليتيمة ثوب عزيج تمزعينا اقرأ يا اليتيمة ثوب ذي اللي تشتلبسين يا اليتيمة حدرا لا تخبرين يا اليتيمة الكنبي ون الونين زهراء اصرخ حسين 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 وياي الوسادة يا ابو حسين بطل ونين المصطفى خير النبي غربت عينا يا بين عميد اسبليده شوف يدير العين ليه نوم الدر يا الله جبريل ينعى والفلايا كميت عطل عليه والمصطفى ينادي يفاه طيم لا تنوح بطل البوات شعاب قلبي يا حزي عفاك لازم يا بنت اليوم عزك تفقد فبالمصايب عقوب عيني تلبس ومنك يكسرون العدا بالباب ضلع وفاطمة خرت على ابوها تصي اي حب دمع ستشاف ان كان ضلعي يكسرون نبصاير اليوم وصل وصل فرايا وصل اصحاب ويا لا حد علي يجتريه يا قرة العين هذا الحسن مكسور قلبها من يجبرا وهذا الشهيد حسين ياه يشم من اخره وياه عقب عينيك يحط فاق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبط وعليكم ها قولا واحد على الباب يتخفى بكلامه نادي عليهم يا اهل بيت الامام بل ادخلون على الامغاية لالبي الغمى لاطلبوا الرخصة من النبي سيد الكون وويلا صاحن يلا بيت الدعاها صاحن لبي قومي يزهره وافتح هذا الذي ميهاب من حاجب وبوب يام الحسن هذا لم فرق به الأحباب بس هالله هالله عقب عينيك نبحس نبحس وحس يساعدها هذا موقف الى الزهره وموقف انت انت تاخذ بيده وتجبرني اقرالك واخر موقف الى الزهره لما وقفت ويحفرون قبر النبي الله لا يخليك توقف هالموقف هذا وشوف قبر والدك يحفرون وانت واقف عنده شفير القبر اولي يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه ايه بهداي نازلوا جنازت سفروا وجفان ولا يعز انشاء العاية نول الالفان بعد النبي مريد ها الدنيا الدني بعد ها يلي تهيلون الثهره دفنون نواية ما قدر اشوف البيت خال من محاية قشرة راه تصير بيض وجهك عند الزهرة هالليلها بيض وجهك عند فاطمة هالليلها قشرة راه تصير عيشتنا بلاي بعد النبي مريد ها الدنيا الدنيا اين المنادون ومحمد اشترك 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 شكرا